شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان كلامنا حول السبب الذي يكمن وراء غيبة ولي أمرنا وإمام زماننا الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجح وكيف يمكن تفسير هذه الغيبة سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا أن هذا السؤال لا يختص بغيبة الإمام المهدي وإنما يعم كثيرا من غيبات الأنبياء والأولياء فلماذا غاب نبي الله موسى أربعين ليلة ولماذا غاب نبي الله عيسى حوالي ألف عام ولماذا غاب ذنون أربعين يوما عن قومه ولماذا غاب أهل الكهف ثلاثمائة سنين وازداد تسعة في المقام توجد هناك عدة إجابات وقد مضت منها إجابتان أما الإجابة الثالثة فهي أن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح تمثل شكلا من أشكال التمحيص والابتلاء الإلهي للعباد القرآن الكريم يبين أن الإبتلاء الإلهي سنة الله في عباده ويقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ الإبتلاء الإلهي كان في الأمم المتقدمة وهذه الأمة لا تشهذ عن هذه السنة الإلهية بل لعل القرآن الكريم يدل على أن الغاية من الخلقح والحدث من الخلقح هو الاختبار والامتحان القرآن الكريم يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لعل ظاهر هذه اللام أنها لام الغاية لا لام القاقبة التي يذكرها المغني هذا هو الهدف وهذه هي الغاية وهذه هي الغاية شكل شكل من أشكال الإبتلاء الإبتلاء بالغنى وشكل من أشكال الإبتلاء الإبتلاء بالفقر الغناء الغناء إبتلاء والفقر أيضا إبتلاء شكل من أشكال الإختبار الإلهي الإبتلاء بالقوة وشكل من أشكال الابتلاء الإلهي الابتلاء بالضعف شكل من أشكال الابتلاء الإلهي الابتلاء بالجمال وشكل من أشكال الابتلاء الإلهي الابتلاء بالقبح الجمال نوع من أنواع الابتلاء نوع من أنواع الإبتلاء وشكل من أشكال الإبتلاء الإلهي الإبتلاء بالغيبة نحن حتى تتوضح الصورة نستعين بمثال من حياة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أنت تعلمون أن وجود القائد في مراحل التحول التاريخي هذه قضية مهمة جدا في مرحلة التحول في بدايات التكوين وجود القائد بين ظهراني الأمة هذه قضية مهمة لأن هذه الأمة لم تصل إلى كمالها المطلوب هذه الأمة ما استقرت هذه الأمة فيها رواسب الماضي وهذه الرواسب يمكن أن تعرض الأمة للخطر إذا غاب هذا القائد ولكن مع كل ذلك تجدون أن نبيا من الأنبياء العظام يغيب عن أمته في مرحلة التحول والتكوين نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عندما عندما انتقل إلى مرحلة تكوين الأمة هذه أمة جديدة التكوين هذه الأمة جديدة التأسيس الآن خرجت من تحت حكم فرعون وجود هذا النبي في هذه المرحلة جدا مهم ولكن وإذا بهذا النبي يغيب ثلاثين ليلة والعجيب أن التقدير الإلهي يمدد هذه الفترة التي هي ثلاثين ليلة إلى أربعين ليلة وأتممناها بعشر الآن كيف كان هذا الإتمام وكيف كان هذا الواعد هذه قضية أخرى طالت الغيب وإذا بالكوام من الدفينة تتحرك وإذا بالمجال يفسح أمام القوى التي في قلبها مرض أو في قلبها شاك أو في قلبها ريب وإذا بهذه الأمة الجديدة تمتحن امتحان شديد يأتي هناك رجل يقال له السامري ويصنع عجلا من ذهب ثم بعد ذلك يأتي ويلقي بقبضة في هذا العجل في داخل هذا العجل وإذا بهذا العجل يخرج لهم صوت خوار هناك رواية لطيفة في بحار العنوار في المجلد الثالث عشر صفحة ميتين وسبعة وعشرين هذه الرواية من قول عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام الباقر كما في هذه الرواية لما ناجى لما ناجى موسى عليه السلام وربح أوح الله إليه أي يا موسى قد فتنت قومك امتحان فتنة إذا موسى كان موجود ما كان يمكن كما يبدو لهذا الامتحان الإلهي أن يتوم هناك رواية على ما أتذكر يسأل ذلك الرجل سيد الشهداء صلوات الله عليه لماذا تخرج إلى كربلاء فقال الإمام صلوات الله عليه فبما إذن يمتحن هذا الخلق إذا قضية كربلاء ما كانت كيف كان يظهر جوهر حبيب حبيب ابن مظاهر والشمر لعل مظهره ما كان مظهر واحد ولكن عندما تأتي قضية كربلاء وإذا بها تفصل بين هذين الرجلين هناك كوام هذه الكوام خفية هذه الكوام في مرحلة القوة الامتحان الإلهي يوفر الجو حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل هناك بيضة عصفور وبيضة حية إذا الأجواء الملائمة لا توجد ما بالقوة يبقى ما بالقوة لعله ربما لا تجدون فرقا في المظهر ولكن عندما تأتون وتوفرون أجواء حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل وإذا بتلك البيضة تتحول إلى طائر جميل والبيضة الثانية تتحول إلى حية تقتل الله سبحانه وتعالى يحرك الأحداث ما يسلب الإرادة الإرادة موجودة ولكن الله يحرك الأحداث بشكل حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل إحنا حتى نحن من نعلم من نحن إحنا مو مكشوفين لأنفسنا إحنا لا نعرف أنفسنا ولذلك المؤمنون يشعرون بالخطر دائما لذلك دائما يدعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أحيانا في القلب أكو اختلاط عندما يأتي الجو المناسب وإذا واحد يتحول إلى ولي من الأولياء ما كان ولي بالقوة كان وليا لكن هذا الامتحان وفر الجو وإذا بهذا تحول إلى ولي من الأولياء صدام لازم يجي يحكم في هذا الجو يسجر رجلان إذا ما كان يحكم ربما ما كانت تظهر بعض الكوام يسجر رجلان وإذا بواحد من هذين الرجلين يتحول إلى صديق مع الأنبياء والصديقين وإذا بالثاني في هذا السجن يتحول إلى رجل كافر زندي من الذي حول ما بالقوة إلى ما بالفعل هذا الظرف حركة الأحداث تحركت بشكل أظهرت الكوام المفروض أن النبي يغيب غاب النبي الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاح شوية دققوا والإرادة التشريعية تتحرك في اتجاح آخر لأن إذا توافق تحرك الإرادة التكوينية والتشريعية لا يفسح المجال للامتحان الإرادة التشريعية تتحول تتحرك في اتجاح الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاح آخر وإذا بالله سبحانه وتعالى يمحص ما في القلوب أوحى الله إليه أي يا موسى هاي مو قضايا الأمم المتقدمة هاي قضايان احنا كل واحد مننا أي يا موسى قد فتنت قومك قال وَبِمَادَا يَا رَبْ قال بِالسَّامِرِي السَّامِرِي إِذَا كَانَ مُوسَى مَوْجُودًا لَعَلَّهُ مَا كَانْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُنْ لَهُ دَوْرِ وَلَكِنْ غَيْبَةُ مُوسَى هِيَ الَّتِي فَسْحَتْ أَمَامَهُ الْمَجَالِ السَّامِرِي كان يبحث عن مَا يَسْبَحْ بِهِ هَيَ الْغَيْبَةُ وَفَّرَتْ لَهُ هَذَا الْمَاءَ إِذَا الْإِمَامِ الْكَاظِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهُ ما كان يغيب في ظلمات السجون كيف كانت تظهر حقيقة البطائن علي بن أبي حمزة البطائن والقندي زياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي عثمان من عائلة كلهم ثقات عثمان بن عيسى الرواسي كما قاله النجاشي إذا الإمام كان ظاهر ما كان يتاح المجال لهذا الاختبار لابد الإمام الكاظم يغيب في الظلمات ظلمات السجون وظلم المطامير فيفسح المجال لامتحان هؤلاء قال بالسامري قال وما فعل السامري الآن موسى دا يسأل من رب قال صاغ لهم من حليهم عجلا يعني ولد البقر أخذ الحلي منهم الذهب وصاغ عجلا ذهبيا شوفوا سؤال موسى قال يا رب إن حليهم لتحتمل أن يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل وظمو امتحان فكيف فتنتهم السامري أخذ الذهب وصنع منه عجلا كيف يكون الامتحان كيف تكون الفتنة قال الله إنه صاغ لهم عجلا فخارا له خوار في الآية الكريمة هذا هو الامتحان قال موسى يا رب ومن أخاره يعني جعله يخوش من اللي جعل الأجل يخوش قال أنا أنا جعلته يخوش فقال عندها موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتحدي من تشاء كيف أخار الله سبحانه وتعالى هذا العجل شلون أخاره شوفوا حركة الأحداث السامري السامري عظيم من عظماء قوم موسى وكما ذكر البعض إنه كان من خلص أصحابه عندما قوم موسى أرادوا أن يعبروا البحر وإذا بجبرائيل يأتي على فرس الكل ما يشوفون شوفوا حركة الأحداث أي واحد ما يشوف جبرائيل ولكن السامرية يرى جبرائيل شوفوا هاي مقدمة لحركة الأحداث إلى تلك النتيجة يشوف جبرائيل ليش يشوف جبرائيل إذا ما كان يشوف جبرائيل ما كانت هذه الفتنة ما كان هذا الامتحان يشوف جبرائيل ويرى أن التراب تحت حافر فرس جبرائيل يتحرك دبت فيه الحياة يجي في ذهنه أن يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك ويحتفظ بهذا التراب المتحرك يحتفظ به يحتفظ به يحتفظ به إلى اليوم الموعود عندما غاب موسى وصنع العجل الذهبي يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك الحي ويلقيه في باطن العجل وإذا بالعجل يخور يصدر منه خوار كخوار العجل قال هذا الهكم وإله موسى هذا هو الر فنسي موسى نسي أن هذا اله ضيع الطريق راح حتى يشوف الله بينما هذا الله الله بعد الآن ما يريد يتعامل وياكم بواسطة يتعامل وياكم بلا واسطة فسجدوا للعجل إهنانا أكو كلام وهي أن الله سبحانه وتعالى كيف فتنهم بهذه الفتنة؟ الجواب الأمر واضح الفتنة توجد مجال للالتفاف هذا إن شاء الله نوضحه بعد قليل وإلا عجل يخور هذا يدل على أنه إله الوالد رحمه الله يقول الآن إذا إجاكم واحد وجاء لكم بفأرة مصنوعة من الحديث وقال لكم إن هذه الفأرة إله بدليل أنها تتحرك فأخذت الفأرة الحديدية تتحرك هذا يسوغ أن تقوله هذا إله العقل يقبل هذا إله الإله الذي يجب أن يكون صانعا كيف يكون مصنوعا يعني ما كان هناك مجال ولكن فتح هناك هامش وإذا بقوم موسى ستمائة ألف واحد كلهم يرتدون ويبقى منهم فقط اصنعش ألف واحد وقال لهم السامري أن موسى كذب عليكم والعياذ بالله وهرب منكم راح بعد ما يجيكم العقل لا يقبل هذا إله فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله ما وعدكم السيادة في الدنيا إعطاء القانون المقام الرفيع في الآخرة أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي حتى رادوا يقتلون هارون في بعض الكتب فهرب منهم هارون حتى لا يقتلون إهنان أذكر بعض الروايات التي تبين أن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح هذه تمثل امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده امتحانا وأعقب هذه الروايات بملاحظة هذه الروايات مذكورة في المجلد الثاني والخمسين من كتاب بحار الأنوار إحدى هذه الروايات في صفحة خمسة وتسعين الحديث الحديث رقم عشرة في آخر هذا الحديث المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه لأن الله يقول أن للغلام غيبة قبل أن يقوم في نهاية الحديث لأن الله يحب أن يمتحن خلقه امتحانا فعند ذلك يرتاب المبطلون مو الباحثون عن الحقيقة المبطل الذي في قلبه مرض يرتاب وإلا الباحث عن الحقيقة لا يشوك الرواية الثانية في صفحة 101 101 الحديث الثالث قال أبو عبد الله عليه السلام والله لتكسرن كسر الزجاج وإن الزجاج يعاد فيعود كما كان والله لتكسرن كسر الفخار وإن الفخار لا يعود كما كان لعله إشارة إلى نوعين من الأفراد قسم يميلون ثم يعودون وقسم لا يعودون كما كان والله لتمحص والله لتغربل كما يغربل الزؤان من القمح الحنطة تختلط بها حبوب حمراء وسوداء أو صفراء لازم يصير هناك تمييز لازم يصير هناك فصل لازم تظهر الكوامل الحديث الثالث صفحة 113 رقم الحديث ستة وعشرين عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه إذا فقد الخامس من ولد السابع السابع يعني الإمام الكاظم من الأئمة فالله الله في أديانكم قضية خطيرة بالذات في هذا العهد عهد العولمة عهد الإختلاط إختلاط الأفكار والمذاهب والأديان الآن في كل غرفة توجد كل الأفكار وكل الأديان وكل الاتجاهات إذا شوية واحد يغفل ينتهي فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد يا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبه إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه الرواية الأخرى رقم 28 عن أبي جعفر قلت لأبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام متى يكون فرجكم قال هيهات هيهات كأنه معنى هيهات بعدة لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو هنا أكو ملاحظة وهذه الملاحظة مهمة في امتحانات الغيبة أكو هنالك اختلاط عجيب بين عنصرين عنصر البطون وعنصر الظهور عنصر التجلي وعنصر الاختفاء عنصر الغيبة وعنصر الوضوح فاتخليط عجيب هذا يمكن يعالج هذا المطلب بعض الإشكالات اللي ربما وردت إلى بعض الأذهار من جانب بطون كامل ومن جانب ظهور كامل لماذا البطون للإمتحان لماذا الظهور الكامل لتتم الحجة على العباد لماذا الاختفاء للإمتحان لماذا التجلي لتمام الحجة اللهم يترك عباده يتم عليهم الحجة ولكن إذا واحد يروح وراء الحجة الآخرة غيب أو شهود يهو منهم قبل الآخرة الله غيب أو شهود الله غيب له شهود الله هم غيب هم شهود الله غيب من جانب ويمتحن العباد بهذا الغيب امتحان حقيقة امتحان ومن جانب شهود عميت عين لا تراك الله متجلي في كل ورقة شجرة ذاك العالم يقول في المختبر رأيت الله عظمة الله وجود الله صفات الله تتجلى في كل ذرة ذرة من هذا الكون هذا اختلاط عجيب يا ظاهرا في بطونه يا باطنا في ظهور البطون يمثل امتحان الظهور يمثل تمام الحج الآخرة غيب او شهود اذا الاخرة كانت شهودا ما كان الامتحان مثل شرطي واقف قدامكم اذا شرطي واقف قدامكم اذا الله كان يخلي جهنم قدامنا ظاهرا كل واحد يسوي معصية فورا الملائكة ياخذو يذبو في جهنم كان يتم الامتحان ابدا جهنم غيب ولكن في نفس الوقت الجنة والجحيم واضحتان لمن يريد ان يرى اذا واحد ليغم مضعان اذا واحد ما يريد يشوف يقول شايفين واحد طلع من قبر انفشخ هذا مثال معروف لو ذاك اجي اخذ العظم قال من يحيي العظام وهي رمين شوفوا في الاخرة الله خلط العنصرين بشكل عجيب الاخرة واضحة مئ بالمئ لمن يفتحان البراهين العقلية البراهين النقلية البراهين الوجدانية البرهان والوجدان والقرآن كلها تؤدي الى الاخرة واضح الاخرة لكن من جانب اخر باطن اهنا الامتحان يظهر ولعله والله اعلم معنى الآية الكريمة هذه الله سبحانه وتعالى يقول اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بعض قائلين اكاد يعني اريد اخفيها الله اخفى الاخرة ليش لعله معنى الآية لتجزى كل نفس بما تسعى اذا الاخرة كانت ظاهرة الكل كانوا متقين الكل كانوا مؤمنين هذا الامتزاج العجيب بين البطون والظهو موجودة في قضية المهدية المنتظرة عجل الله تعالى فرجعه في نفس الوقت الذي الامام المهدي صلوات الله عليه غائب عن الاكثرية الاكثرية ما يشوفون الامام المهدي ولكن في نفس الوقت اذا واحد يريد الحقيقة يريد اذا واحد ما يريد الحقيقة يشكك حتى في وجود الله اذا واحد يريد الحقيقة قضية الامام المهدي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار اي مجال للتشكيك ماكو فيه الله اتم الحج لكن اذا واحد يريد يغالط نفس يريد يغالط وجدان بل اكو مجال للانكار كما انه اكو مجال لانكار الاخرة كما انه اكو مجال لانكار الله سبحانه وتعالى الذي افي الله شك فاطر السماوات والآل اكو مجال لان هاي طبيعة الدنيا لازم يمتح انا اذكر لكم ولو هذا خارج عن بحثنا لكن اذكر لكم حتى شوفوا اذا واحد يريد يعرف الحقيقة يوصل للحقيقة اذا واحد يريد يغالط نفسه يغالط نفسه في قضية الامام المهدي وفي غيره قرأت كتاب قبل فترة يقول انا مؤمن بالله ولكن ما عندي دليل على وجود الله عجيب يقول اللي يؤمن بالله دليل ما عند على وجود الله اللي يكفر بالله ايضا ما عند دليل على وجود الله قضية ذوقية هالشكل وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد لكن واحد يريد يغالط اكو مجال هذا هذه القضية قبل ايام في شهر رمضان المبارك يعني قبل حوالي شهر احدى الصحف نشرت هذه المقالة انا اريد ان ابين انه كيف في عين البطون اكو ظهور كامل ولكن لمن يفتح عنوان المقالة ما اذكر الصحيفة ومكانها عنوان المقالة عن اثني عشر خليفة من قريش هاي الرواية المحيرة داخ فيها الآخر اصنعش خليفة من هم ذول الصنعش هاي الرواية ذكرها البخاري انتوا تعتقدون بالبخاري اصح كتاب عندكم بعد كتاب الله صحيح البخاري رواية اثنى عشر خليفة في البخاري موجودة رواية باب الاستخلاف رواية اثنى عشر خليفة في مسلم موجودة كتاب الامارة او الامارة هسا نكتفي بهذه غير بقية الكتب اثنى عشر خليفة يقول كاتب المقالة اللي يريد ان يغمض عنا اخبر النبي صلى الله عليه وآله وآله طبعا مني صلاة البتراء انه سيكون من بعده اثنى عشر خليفة من قريش فعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون بعد اثنى عشر خليفة كلهم من قريش قال ثم رجع الى منزله فأتته قريش فقال ثم يكون ماذا قال ثم يكون الحرج كما ينقل هذا الرواي زيان الآن يريد يفسر هذه الرواية الكاتب يقول تحققت نبوءة رسول الله معش خليفة لاحظوا التفسير حيث كان بعده اثنى عشر خليفة احسبوهم وهم الخلفاء الاربعة الاربعة وذول الاربعة وسيدنا الحسن خمسة وا احذف كلمة سيدنا ومعاوية ستة وابنه يزيد اللي في روايات اخر في مسلم وغيره بهم يقوم الدين لا يزال الدين عزيزا منيعا بهم كذا كذا هاي الاوصاف وابنه وابنه يزيد سبعة يقول رضي الله عنه وحفيده معاوية ابن يزيد معاوية الثاني الثمانية وعبد الله ابن الزبير ليش؟ لأن حكم مكة مدة تسعة ومروان ابن الحكم عشرة وعبد الملك ابن مروان دعش والوليد ابن عبد الملك اثنعش وعددهم اثنى عشرة خليفة وتوفي آخرهم الوليد ابن عبد الله سنة ستة وتسعين من الهجرة خب بقية الرواية ثم يكون من بعد ذلك الهرج الهرج وين صار يريد يطبق الحديث يقول ووقع بعد ذلك بست وثلاثين سنة هرج وقتال شديد ابان انتقال الخلافة من بني امية الى بني العباس البقية وين صار ما صار اثنعش دول هاي الفترة ستة وثلاثين عام اشلون طفرتوها انتو وصلتوا الى الوليد صار اثنعش وبعد الوليد منه اجي بعد اجي سليمان ابن عبد العزيز بعد اجي عمر سليمان ابن عبد الملك بعد اجي عمر ابن عبد العزيز بعد اجي يزيد ابن عبد الملك بعد اجي هشام ابن عبد الملك بعده يجي الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعده يجي يزيد بن الوليد بن عبد الملك بعده يجي ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بعده يجي مروان بن محمد ثم حدث الحرج والمرج بالثورة العباسية ضد الأمويين فالنبي يجب أن يقول كم خليفة؟ عشرين خليفة يكون بعد عشرون خليفة إلى مروان ثم يكون الهرج لكن هذا يطفر هذه الطفرة لأنه ليس عند حل يقول 12 خليفة وصلهم إلى الوليد ثم بعد ذلك وقع بست وثلاثين سنة مع هاي الطفرة هرج وقتال شديد إبان انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس ما يريد يعترف بالحقيقة لأنه هذا الحديث ما إلى تفسير إلا تفسير واحد حديث الأئمة الاثنى عشر الموجود في البخاري وفي مسلم وفي مسند أحمد وفي كتب المسلمين من الفريقين أي تفسير مائلة إنتوا ابحثوا الكرة الأرضية لاحظوا ما قاله علماؤهم أي تفسير مائلةهم لذلك يضطرون يلفون على الحديث والآن إنتوا جربوا اسألوا عشرة من علمائهم شنو معناه حديث الأئمة الاثنى عشر كل واحد يقول تفسير وهذا الهرج كيف تحقق الذي تقولون به؟ ليس معناه حديث إحنا إذا فقط هذا الحديث كان عندنا لكان كافيا في إثبات الإمام المهدي كيف وعندنا ألوف الأحاديث الشيخ الصافي المرجع المعروف حفظه الله ذكر مجموعة منها في كتابه وإلعام حفظه الله في كتابه المهدي في القرآن والمهدي في السنة ذكر مجموعة من هذه الأحاديث دعك عن تلك الأحاديث هو هذا الحديث كافي فقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه في عين بطونها هذا البطون الذي جعله الله للاختبار وللامتحان امتحان الكل في عين الوقت واضحة تمام الوضوح كما أن هذا في بعد آخر كما أنه في قضية بني إسرائيل القضية كانت واضحة ولكن اللي يريد ما يشوف الحقيقة ما يشوف الحقيقة هذا الامتحان امتحان الغيبة يظهر الكوامل وإذا بواحد يروح إلى الدرك الأسفل وواحد إذا حفظ إيمانه وإذا به يتحول إلى أعلى عليين المؤمنون في زمان الغيبة لهم ثواب فوق ما نتصوّر لاحظوا الأحاديث في بحار الأنوار أن الذي في زمان الغيبة يؤمن بالإمام المهدي صلوات الله عليه ويثبت والعبارات الأخر المذكورة في الروايات له أجر ألف شهيد مو شهداء عاديين من شهداء بدر وأحود حمزة سيد الشهداء صلوات الله عليه من شهداء أحود شهداء بدر مش قدئ لهم مقام مقام كبير ولكن أولئك لم يتعرضوا لامتحان الغيبة تعرضوا لشكل آخر من أشكال الامتحان إحنا الآن معرضون لامتحان الغيبة ولوازم هذه الغيبة والغموض الذي يحدث أحيانا مما يمكن للشيطان أن يلبس على من لا يريد أن يراه إذا واحد يفتح يصمم على أن لا يسقط في هذا الامتحان يكون له آجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحود فهذا الامتحان في الوقت الذي هو امتحان صعب ولكنه مرقات من مراق الكمال إلى فوق ما نتصور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين والثابتين وأن ننجح في هذا الامتحان العسير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر